سيدة النائب وإحنا خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن هذا الاستحقاق الرئيسي نحن نتكلم على دور مهم جدا بتلعبه المؤسسات المعنية لتهيئة المناخ العام لإن كان تشجيع المواطنين على الانتخاب أو حتى فكرة كمان بتهيئة المناخ لتسهيل عليهم خلينا نعرف من حضرك دور هذه المؤسسات المعنية إن كان فيه تهيئة المناخ للمواطنين بالنسبة للانتخابات أو حتى تسهيل الظروف المحيطة بين الانتخابات بداية طبعا الدولة المصرية اتخذت من الإجراءات واتخذت من الضوابط اللي بتجعل العمليات الانتخابية تسير بشكل يعني منتظم وبشكل أكثر شفافية وحيادية لدينا هيئة وطنية عليا للانتخابات بتشرف على الانتخابات المصرية لدينا قاضي على كل صندوق يعني مشهود لهم والقضاء المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة اللي حيده رسالة إنه كل صوت حيصل إلى المرشح اللي حضرتك حتنتخبه صوتك حيصل إليه بمنتهى النزاهة والشفافية ودي أكبر ضمانة للعملية الانتخابية ويمكن يعني الرئيس السيسي أيضا والدولة المصرية قد تحريص على أن تجعل الانتخابات في هذا التوقيت حرصا على أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية وده بيعطي رسالة بأن الانتخابات القادمة هي انتخابات حرة ونزيهة الضمانات الأخرى كمان عندنا يعني يمكن على الجانب الإعلامي يمكن الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية خدت موقف يعني محايد من جميع المرشحين وعلى مسافة واحدة من الجميع وأعطت لكل مرشح الحق فيه مئة ساعة دعاية إعلامية سواء على مستوى القنوات أو على مستوى الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية وده بيعطي رسالة بأن مؤسسات الدولة كلها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن الدولة المصرية كلها يعني بتسعى إلى أن تكون انتخابات المصرية القادمة انتخابات يعني مشهود لها أمام العالم كله بأن دولة بحجم مصر انتخابات طاليخ بمصر انتخابات طاليخ بدولة لها تاريخ وباع كبير جدا في السياسة وفي العالم كله